تسأل عن حديث ويل للعربي من شر قد اقترب تسأل عن صحته وعن معنى كريمة بارك الله فيك بالنسبة لهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله ويل للعربي من شر قد اقترب و أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند امرأة من أقاربه صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فزعا وقال ويل للعربي من شر قد اقترب ثم ذكر هذا وقال فتح اليوم من ردمي يعجوج ومعجوج مثل هذا قال الراوي وحلق بين الإبهام والسباب حلق بين الإبهام والسباب قال فتح اليوم من ردمي يعجوج ومعجوج مثل هذا ويعجوج ومعجوج أمتان من بني آدم أمتان من بني آدم جعلهم الله عز وجل علامة من علامات الساعة الكبرى وليس من علامات الساعة الصغرى لا من علامات الساعة الكبرى وهم يخرجون في آخر الزمان كما قال جل وحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ولذلك جاء ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن في موضعين وبالنسبة لهم هم من بني آدم لا كما يتصور بعض الناس بأنهم خلق يختلف عن بني آدم لكن عددهم كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل ويعني إذا أدن الله تعالى بخروجهم أفسدوا في الأرض يعني ما يتركون شيئا إلا أهلكوه يهلكون الحرثة والنسل ويسعون في الأرض فسادا حتى جاء في الحديث الصحيح أنهم يمرون على بحيرة طبرية بحيرة طبرية فيشرب أول الجيش البحيرة حتى إذا جاء آخر الجيش يقولون كان هنا ماء يعني من كثرة القوم من كثرة عددهم يشربون كل ما في البحيرة في المؤخرة يقولون كان هنا ماء ثم إن الله تعالى يهلكهم ويرسل عليهم النغف لأنهم يتوقعون بأنهم أهلكوا كل من في الأرض كما صحت بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أمور الغيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن حالهم وقصتهم وفي تلك الفترة يكون عيسى بن مريم قد نزل فيتحصن هو والمؤمنون بجبل الطور عيسى ومن معه يتحصنون في جبل الطور خوفا من يأجوج وماجوج لنلاقب إلا لهم بيأجوج وماجوج وهذا مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي من السماء ومع ذلك يعتصن بجبل الطور ثم إن الله تعالى يرسل عليهم نغفا وهو دود يضرب كل واحد من يأجوج وماجوج في رقبته فيهلك فيهلك ثم إن الله تعالى يرسل طيرا فتأخذ الجثث هذه فتلقيها قيل في البحر وقيل في مكان الله أعلم به فينزل عيسى ومن معه في آخر الزمان طبعا وتكون الأرض قد امتلأت من جيفهم فيرسل الله تعالى مطرا حتى تصبح الأرض زلقة تصبح الأرض زلقة من نظافتها ثم الله تعالى يبارك في الأرض فتخرج الخيرات وتنبت البركات حتى إن قشر الرمانة يستضل به الفئان من الناس القشر قشر الرمانة يستضل به الفئان من الناس العدد الكبير من الناس من كثرة البركات هذا باختصار فيما يتعلق بيأجوج وماجوج ترجمة نانسي قنقر